أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنه تم إحباط محاولة هجوم جديد من قبل أوكرانيا لاستهداف مواقع في مدينة موسكو وضواحيها بواسطة طائرة مسيرة ليل أمس وأشرت وزارة الدفاع لأنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم الذي تم إحباطه وفقا لوكالة أنباء سفوتنيك الروسية وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية هجومية في أجواء مقاطعة بلوغرود في روسيا وقامت بتدميرها